لأول مرة تنعقد طاولة الحوار من دون القوات اللبنانية قرار غير مفاجئ إذا ما تبعنا مواقف رئيس الحزب منذ الدعوة إلى الحوار حتى اليوم أما الأسباب فمرتبطة بحسب نائب رئيس الحزب جورج عدوان بصدق القوات مع نفسها ومع الناس في تشخيص المشكلة ومعالجتها فعليا وليس بالصورة فقط بعدم روحتنا وأعدتنا على طاولة الحوار نريد أن نقول لللبنانيين جميعا لنكون صادقين عندكم مشكلتين عندكم مشكلة السلاح طبع حزب الله والسلاح الآخر كله نحن ما منميز بين سلاح والسلاح والمشكلة الثانية عندكم مع هالحكومة كل يوم بتبقي بزيادة هالحكومة مشكلتكم راح تتفاقم لذلك نحن من نكون كثير صادقين وكثير صرحين ومن نخب الأمور بقعد بصورة تتبخر بعد كم يوم طيب ولكن يمكن هذه الصورة الجامعة قد تريح اللبنانيين اليوم مثل العم بعالج سرطان بحبوب أسبرو القوات اللبنانية لن تشارك في الحوار لكنها ساهمت في وضع مذكرة الإنقاذ التي ستسلمها 14 أذار مجتمعة السبت إلى رئيس الجمهورية ضمن وفد يشارك به عدوان مع السنيورة والإجميل مبادرة إنقاذية من سبع صفحات تنص على أن المدخل الفعلي والأساسي لاستعادة ثقة المواطنين بدولتهم هو قيام حكومة إنقاذية حيادية خلال فترة زمنية محددة مع عدم الروحة رسالة مثل الروحة نحن عم نعطي اللبنانيين رسالة هادئة ما نحن بدنا السلم الأهلي نحن بدنا الجيش اللبناني نحن بدنا الدولة اللبنانية نحن بدنا حكومة حيادية ما بدنا حكومة لألنا إنقاذية نحن وقتل عم نروح لنقعد مع هالحكومة شو عم نعمل عم ننقل المشكلة من مشكلة عند الحكومة لمشكلة بين الأفريقاء على طاولة الحوار يعني عم نعطي لللبنانيين صورة وكأن كلنا مشاركين بالمشكلة عدم مشاركة القوات اللبنانية اليوم بطاولة الحوار أليس مخالفي لكل هذه الإرادة العربية والدولية والأوروبية يعني الجامعة الداعمة للحوار تعتقد أنه يعني شو مصلحتكم من ذلك رحلك تعتقد أنه كل هالدول تعرف بمصلحة لبنان أكتر منك لبنانيين بعتقد أنه نعرف شو مصلحة لبنان وشو مصلحتنا تماما تفرد القوات اللبنانية بقرار عدم المشاركة لن يؤثر بحسب عدوان على علاقتها مع حلفائها لسيما تيار المستقبل أنا بعتقد أنه حلفائنا وبناء خاص تيار المستقبل موافق على عمق طرح المشكلة يلي نحن طرحينا يمكن عندهم ظروفهم بتقضي أنه يعتمدوا تكتيك آخر إنما نحن بالعمل متوافقين كلية لكل تكتيكه أو أسلوبه إذن لكن الجامعة يبقى مذكرة إنقاذية علمت الامتفي أنها تدعو 8 أدار إلى مشاركة 14 أدار في إعلان وطني جامع بقيادة رئيس الجمهورية يعتمد كأساس لوضع خطة تنفيذية شاملة لمعالجة موضوع السلاح بجميع أشكاله وضمن كانف السلطة الحصرية للدولة اللبنانية